شارك وزير داخلية محمود توفيق في اجتماعات الدورة الواحدة والاربعين لمجلس وزراء داخلية العرب التي انطلقت فعلياتها بالعاصمة التونسية وتهدف لتبادل الخبرات وتفعيل العمل الامني العربي المشترك بما يعود بالاستقرار على الشعوب العربية انطلقت بالعاصمة التونسية فعاليات اجتماعات الدورة الواحدة والاربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة السيد محمود توفيق وزير الداخلية حيث تأتي المشاركة المصرية من منطلق الحرص على دعم العمل الأمني العربي المشترك في كافة جوانبه وفقا لما أكده وزير الداخلية في كلمته أمام الاجتماعات نجتمع اليوم لمواصلة مسيرة التعاون الأمني العربي تجمعنا العديد من القواسم المشتركة وتطلعات المستقبل بزل الترابات تموك بها المنطقة تلقي بظلالها على مناخ الاستقرار الأمني وتفرد تحديات متصاعدة أمام مؤسساتنا الأمنية مما يزيد من أهمية استمرار جهودنا لتحقيق التكامل والتقارب في الفكر الأمني عبر تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز آليات التصدي للجريمة بمختلف سورها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ببلادنا العربية وأشار الوزير إلى مخاطر الإرهاب باعتباره التحدي الرئيسي والخطر الأكبر محلياً وإقليمياً في ضوء مساعد تنظيمات الإرهابية لإعادة تمركزها وتنظيم صفوفها لنشر الفوضى ومحاولات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عناصر جديدة للقيام بأعمال عدائية وأشاد في هذا الصدد بالنجاحات الأمنية في تقويض حركة تنظيمات الإرهابية وتفكيك هيكلها وتجفيف منابع تمويلها مؤكداً على الموقف المصري الداعم للاستقرار العربي وهنا تأكد نصر على موقفها السابت الدعم للاستقرار العربي والإقليمي والحفاظ على مفهوم الدولة والتعاون الفعال على المستوى السنائي وعبر أليات مجلسنا الموقر للتعامل مع معطيات واقعنا الإقليمي المضطرب والذي يفرد أهمية تفعيل أليات الفريق العربي المعني برصد وتحليل التهديدات الإرهابية وبالورة الرؤى المشتركة لمواجهاتها واستعرض وزير الداخلية مخاطر الجريمة المنظمة وسبل مواجهتها وفي مقدمتها جرائم المخدرات وتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية والإدجار بالبشر واقترانها بجرائم غسل الأموال وأشاد هنا بالتعاون المصري العربي لإجهاض مخاططات التهريب وملاحقة العصابات الضالعة في هذه الأنشطة ومنع استفادتهم من الأموال المتحصلة من جرائمهم أو توجيهها لصالح أنشطة غير مشروعة وتطرق وزير الداخلية في كلمته إلى الجرائم الإلكترونية في ظل تصاعد أنماطها ومحاولات توظيف الذكاء الاصطناعي في الأنشطة غير المشروعة موشرا إلى أهمية التعاون العربي في مجال الأمن السبراني وتبادل الخبرات وإسقال المهارات في هذا المجال كما استعرض الوزير في كلمته محاور خطط وزارة الداخلية لتحقيق الاستقرار ودعم العمل الأمني العربي المشترك اكتكست محاور خطط وزارة الداخلية المصرية في تحقيق رسالة الأمن على عدة سوابت يأتي ضمن أولوياتها الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان وتطوير مفهوم العدالة الإصلاحية عبر إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل للسجون التقليدية قد حققت التجربة بعد عامين من تطبيقها أصر النوعيا في تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والبحرفية وزيادة معدلات إعادة اندماجهم في المجتمع عقل الإفراج عنه وانطلاقا من مبدأ التعاون الأمني العربي المشترك وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب من المقرر استضافة مصر مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية في شهر مايو قادم لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة لدولنا العربية في هذا المجال وبما يسهب في تطوير المؤسسات العقابية لتحقيق مستهدفاتها في حماية أمن مجتمعاتنا كما أعلن وزير الداخلية عن استضافة الوزارة المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية سبتمبر القادم فضلا عن قيام الوزارة بتقديم 81 منحة تدريبية خلال العام الحالي بكليتي الشرطة والدراسات العليا للكوادر الأمنية العربية في إطار تعزيز التعاون الأمني التدريبي وهكذا تؤكد مصر دائما من خلال هذه المشاركات العربية حرصها على تفعيل العمل الأمني العربي المشترك الذي ينعكس على استقرار وأمن الشعوب العربية